تترنح الليرة السورية ارتفاعاً وانخفاضاً منذ مطلع العام الجاري تنهر مرة جديدة بشكل سريع ومفاجئ أمام العملات الأجنبية لتسجل من جديد على نسبة انخفاض شهدتها خلال الأشهر الأخيرة مقتربة من عتبة الثلاثة ألف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد وهي المرة الثانية التي تسجل فيها الليرة السورية هذا الانهيار الكبير في سعر صرفها أمام العملات الأجنبية خلال أقل من ستة أشهر الانهيار السريع للليرة جاء بعد حزمة جديدة من العقوبات الأميركية التي طالت المصرف المركزي المتحكم بسعر صرف الليرة السورية حيث أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن الحزمة الخامسة من العقوبات الاقتصادية بموجب قانون قيصر على المصرف وشخصية مقربة من عائلة أسماء الأخرس زوجة رأس النظام وأبرز الشخصيات المتحكمة بالاقتصاد السوري بهدف منع أي عملية استثمار مستقبلياً في المناطق الخضيعة لسيطرة النظام والضغط عليه للقبول بعملية سياسية تتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي حسب بيان الخزانة الأميركية انخفاض سعر صرف الليرة السورية يترفق مع ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية تجاوزت فيه نسبة التضخم في أسعار المواد إلى ما يزيد على 300% قياساً بالأعوام السابقة وهما يشكل أعباء إضافياً على السكان إضافة إلى أعباء انهيار الليرة ويكتفي نظام الأسد بالصمط حيال ما يحصل من انهيار اقتصادياً وارتفاع في الأسعار محملاً ذلك على العقوبات الأميركية أو تهريب العملات الأجنبية إلى دول الجوار حسب تصريحات لبشار الأسد الأموال التي أخذوها السوريين وحطوها في لبنان وتذكرت المصارف في لبنان